أدهى والأمر أمين أن مناصرا توفي بعدما سقط من مدرجات ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت نشاهد الفراغ الذي سقط منه المناصر وليد رحمه الله وأسكنه فسيحة جناني إذن مثل ما تشاهدون مثل ما هو منضح باللون الأحمر أنا نعرف بأنه في القانون الجزائري المؤسسات المستقبلة للجمهور حتى لما مثلا تفتتح مطعم تفتتح مقهى تكون عمارة مثلا جديدة مسجد جديد كل المؤسسات المستقبلة دار حضانة كل المؤسسات المستقبلة للجمهور لازم لك اعتماد لازم لك سجل تجاري ولازم لك اعتماد أيضا لماذا الاعتماد لأنه هذا المؤسسة عندها خاصية أنها تستقبل الجمهور تجيك لجنة فيها سبعة أو ثمانية أو عشر أعضاء من الحماية المدنية من المياه من مؤسسة صنايغاز يعني من كل المؤسسات وكل جهات الوصية تشكل لجنة تقوم بزيارة هذا المرافق قلت مسجد مطعم مقهى من أجل إعطاء الضوء الأخضر تلك اللجنة هي التي تقول بأن هذه المؤسسة صالحة لاستقبال الجمهور تدخل حيز الخير نعم تدخل حيز الخير لكن بالنسبة للملعب هو ليس مؤسسة مستقبلة للجمهور ومؤسسة مستقبلة للجماهير عندك ملعب في جوليه 30 أو 40 ألف مناصر عود أرجع للصورة من فضلك يعني فراغات مثل هذه وقالوا لبعض الإخوة الذين حضروا هناك أن الحاجز الإسمنتي حاجز الإسمنتي أمين ارتفاعه متر وعشرين سنتيمتر فقط يعني هل من المعقول أنه تخلي الحاجز فيه متر وعشرين سنتيمتر أي عملية تدافع من هنا أو من هناك المناصر يجد نفسه قريبا جدا من هذه الفتحة الخطيرة يعني على الأقل الحاجز يكون فيه مترين أو مترين ونصف حتى أنه إذا أراد المناصر أن يتسلق هذا الحاجز فلن يقدر على تسلقه الآن لما تخلي فراغ مثل هذا في ملعب جديد فأعتقد بأنها مشكلة كبيرة أين هي الجهات الوصية أو الجهات التي رخصت باستعمال هذا الملعب وهو لا يحتوي على شروط السلامة يعني أمر واضح جدا متر وعشرين سنتيمتر ارتفاع الجدار إن كانت هذه المعلومة صحيحة مثلما أعطاني إياها بعض الزملاء فهذا أمر خطير يجب بسرعة أن يبنى هذا الجدار ويرتفع إلى أقل شيء مترين لما بدأت عملية بناء الملعب هناك أطراف تطرقت إلى الفراغات الموجودة في الملعب وأنا أتذكر جيدا أن هناك بعض الصفحات على مواقع التواصل الاشتراع معي كانت تطرقت إلى هذه النقطة بالذات ولسوء الحظ تشاء الصدف لأنه نعزي في فقدان الأخ واليد مناصر الملودية أو ابنا وأخونا أيضا العائلة أيضا عائلته وعائلة الملودية جميل الصبر والسلوان إن شاء الله الوالداء والوالدين شيء صعب بالنسبة للوالدين المناصر فلهذا محمد قلت لك سوء الحظ أنه في أول مباراة يوقع شيء مماتل لأن النفس عزيزة محمد في كل مرة في كل موسم هناك مناصر السنة الماضية كان وفته المنية أيضا هذا الموسم بالعكس المباراة في كأس بطولة إفريقيا هناك استمرارية أيضا سواء في المدرجات لاحظنا أن جمهور الملودية في بداية المباراة أعطى الانطباع الجيد محمد مثله ومثل السنة الماضية في كل مباراة الملودية منينا النفس أنه راح تكون استمرارية وكانت استمرارية داخل المستطيل الأخضر أيضا تفوق 2 سفر نظن أنه فيه أمر أيضا يتعلق بالجانب التنظيمي المشكلة أيضا في بعض الأنصار اللي ما يملكوش يعني التذكرة ويجوه إلى موحيط الملعب وتلقى يعني عدد كبير لا يمتلك التذكرة وكان يأتي لموحيط الملعب يعني تكون عنده يحب يدخل الملعب رغم أنه لا يمتلك التذكرة هذا الأمر أيضا يشكل يعني اكتظات كبير أمام ملعب ويخلي الأمور تنظيمية تفلت يعني من الجميع وبالتالي المسئولية تقعد مشتركة دائما بين المناصر وأيضا الجهات التي تنظم كيفية دخول الملعب أنت تعلم في مختلف دول العالم حتى في الدول الإفريقية أنا عندي زميل تحدث لي على مباراة العودة بين الجزائر والكاميرون في إطار مباراة التأهيلية إلى كأس العالم قال لي تخنى للملعب عشرين دقيقة قبل بداية اللقاء لأنه في موحيط الملعب ولا واحد يعني يمشي موحيط الملعب عند الناس اللي يعني عندها الحق بطبيعة الحال أنها يعني تصول في موحيط الملعب وهذا الأمر أيضا يشكل إشكالية كبيرة لأنك تأتي إلى الملعب تقعد لحوالي ساعة أو ساعتين في مكان واحد في سيارتك يعني لا ما عندك شيء يعني إمكانية أنك تتحرك مشكل كبير يعني كل هذه الأمور تأدي لما تترقنا إليه ويعني نعزي بطبيعة الحال عائلة الفاقيدة ربي رحمه النفس البشرية ليست رخيصة وهذه نفس مؤمنة توفيت في الملعب أنا أدعو الفاف إلى تأجيل الجولة الأولى من مباريات الدورية الجزائري لا يمكن أن نلعب كرة قدم والأنصار يموتون هكذا على الملعب يجب على الأقل تأجيل الجولة الأولى أمين أنا أعتبره حدث جلل وفاة مناصر داخل الملعب حادث لا يجب أن يمر هكذا مرور الكرام وفي الأسبوع القادم سنلعب الجولة الأولى ثم سننسى الأمر الأنصار يموتون كل عام فوق المدرجات لعدة أسباب يجب أن نجد حلا لوقف هذا النزيف الدموي هناك قلوب أولياء وقلوب أمهات وقلوب أبا تعتصر حزنا على فلذات أكبادها لا يمكن أن نلعب كرة قدم أمين والناس يموت كل يوم أكيد للأسف ظاهرة الوفيات في الملعب الجزائرية وفي المدرجات الجزائرية لغياب بعض الظروف الأمنية سواء تنظيمية أو على المدرجات رأينا كيف أو رأينا المكان الذي سقط منه وليد عليه رحمة الله وتعزين الخالصة لكل عائلته ولكل جماهير ملودية الجزائر من غير المعقول أن يتم الموافقة على استقبال هذه المدرجات وهي تشكل خطر كبير جدا في تلك الفراغات على حياة المناصرين لماذا لا نتخذ الإجراءات اللازمة دائما سوى بعد فوات الأوان بعد وفاة مناصر هذه المرة فقط الأمر أتى مبكرا يعني تعودنا على هذه الظائرة التي أصبحت موسمية الآن فقط أصبحت في هذا الموسم كانت مبكرة لكن ملودية ستلعب بشكل عادي الأسبوع القادم أمام نادي باردو صحيح أن المباراة ستجرى بدون جمهور لكن أعتقد أن الملودية ما كان يجب أن تلعب وبقية مباريات الجولة الأولى صحيح أنه في مبارتين أو ثلاثة لعبتها الآن لكن بقية مباريات الجولة الأولى كان يجب أن تؤجل بسبب حادثات الوفاة شوف الحاجة الأولى محمد نحن المشكلة لا نأخذوش الدورس لا نأخذوش الدورس لا نتعلموش الدورس أنا دائما نعاود نقول له أنا السيدين يقول أعوامات ربه يرحمه ولازم يديره ولازم يديره ولازم يديره وما يديره نعاود نقول له الموسم المقبل كيف كيف لا قدر الله يزدي مدرحة آخر ونحن لا نعتبر وهكذا دوى لك المشكل كيف أجتمد الاعتماد لهذا الملعب والجمهور لشوية خاص حالة خاصة جمع مولد الجزائر معروف بكثرة والأعداد الغفيرة خصوصا أنه خارج من موسم تاريخي يعني على باقي بللي رح يكون توافد كبير جدا على مدرجات الملعب نحايا لنشكون لعباد يمدوا الموافقة باش يدخلوا يلعبوا في هذا الملعب وهذه المدرجات ما شافوش بللي بارك الله فيك لا لا بصح كيان اللجنة تع أمن ونشي نقصد أمن الشرطة كيان سيكوريتي تعليص طهد كيان سيكوريتي كيان اللي جان أمنية في كل الشركات ليتشوف كيان مشك خطر تاتري سيتي كيان خطر تعمى كيان خطر تحسقط العمال هذه اللجنة هي المكلفة بهذه الناحية هذه اللجنة هذي شكون وراهم الأشخاص وراها هذه اللجنة ليمدت الموافقة باش يلعبوا يلعبوا الملوديا في هذا الملعب عادي ويجوا الأنصار ويتوافدوا بكل تلك الأعداد الغافيرة شكون ليمدت هذه الموافقة